محمد صلاح كان بيلعب ماتش النهاردة عمل اسست وجاب بينلتي انا لما كان صلاح بيلعب البينلتي كان قلبي معاه لانه صلاح وصل في مرحلة مع ليفر بول انه عنده عقدة من دربات الجزاء يعني وصل لمرحلة انه حظه في الموضوع ده مش قد كده اما حطت كورة حسيت انه الولد ارتاح الولد انبسط الولد حس انه النحس اللي كان موجود في ضربات الجزاء ديت وجاب ضربة جزاء غير طبيعية محمد صلاح مش بيعمل ارقام قياسية الارقام قياسية بتتعمله فيه ساعات انت تعمل رقم قياسي اللي هو الرقم المتداول انما ان تصل الى ارقام جديدة يعني النهاردة مثلا محمد صلاح هو الهداف التاريخي خلاص هو الهداف التاريخي لنادي ليفر بول قلاص انت اينا بيخلق ارقام قياسية جديدة هذا الشاب لا يأس وهذا الشاب عامل هستيريا لجمهور ليفر بول ولجمهور الكورة بشكل عام الاحترام الموهبة الرونق في الملعب محمد صلاح ده وهو في الملعب ليه رونق ليه هيبة ليه وجود ليه اغنية ليه تسئيف خاص ليه حاجات كتير جدا زي من شايفين يعني هو بيحط رجله الشمال في البنلتي ده تحس انه كان حاطت قلبه يعيني تحس انه كان حاطت قلبه لانه تنفس السعداء يعني خلاص الراجل كان اوقات كتيرة وكان ابتدى كلوب يعني يبقى بايخ معاه في الحتة دي لكن بيعمل ارقام قياسية منها الرقم اللي وصله النهاردة قدام وستهام انه هو اصبح الهداف التاريخي لليفربول حاجة تشرف كل مصري حاجة تخليك سعيد حاجة تخليك مبسوط حاجة تخليك تحس بعلو بسمو بارتفاع علو سمو ارتفاع وتقول ابن بلدي محمد صلاح حاجة وكلما تخيل احد ان محمد صلاح قد توقف يعطي محمد صلاح للتاريخ الكروي معنى جديد ويعطي مدد جديد اتفرج على صلاح وتمتع اتفرج على صلاح وانبسط هذا شاب تاريخي تاريخي يعني على فكرة في جمل بتبقى مبالغة ولكن هذا امر موثق انه تاريخي لم ولن تاتي الكرة المصرية بحد زي محمد صلاح قول بقى زي ما انت عايز يعني لم ولن تاتي الكرة المصرية بحد زي محمد صلاح واذا كنا بنتكلم عالكورة اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة